مرحبا احمد ومحمد اخوين توام احمد حب واحدة وسبحان الله بالاخر اتجاوزها مطلع اشكذاب هل مرت احمد عندها فرصة اعلى انها تحمل بتوام؟ طبعا كونه احمد واحد من التوائم مش لانه مطلع اشكذاب ولا لا؟ لما سألكم هذا السؤال كان تقريبا 45% حكوا نعم بزيد فرصة الحمل عنده بتوام و 55% حكوا لا شو جوابع هذا السؤال ان شاء الله حنشوفه من خلال هذا الفيديو بس بذكركم كالعادة نعمل لايك واشتراك في القناة عشان نشوف الفيديوهات الجاي لو اجيت سألتني هل التوام ظاهرة تورث ولا لا؟ حاجة عم عليك بسؤال عن اي توام تتحدث يعني توام متطابق ولا غير متطابق ولا شبه متطابق اذا بتعرفش الفرق بناتهم ممكن نشوف الفيديو الموجود هون بس باختصار توام المتطابق هو توام نتج من بويضة واحدة تلقحت بحيوان من واحد بتن stopping jnain والjnain من قسم م forced وبالتالي هزو الجنينين هيكونوا متشابهين بالنسبة 100% جنسيا وجينيا يعني الاثنين ذكور الاثنين اناث ولو فحصنا dna هنلاقي durandion�자�هم نفس الاشي بس التوام الغير متطابق وهو الاكثر اندي شر هو لما يصير في يو او 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 ايوتين تلقّح بحيوان منوي وبعد للجنينين وهزو الجنينين ممكن يكونوا زي بعض جنسيا يعني اثنين ذكور او اثنين انات او ممكن يكونوا مختلفوا عن بعض يعني ذكروا انت ولو فاحصنا الديانية حنلاقي فيه اختلاف بين اتهم نفس الاختلاف اللي موجود بين اي اخوان يعني في العالة الواحدة لو فحصنا اي اثنين اخو اخو اخ تو اخو Caduce هللاقي اختلاف وهذا الاختلاف اللي حكون بين التوئم علشان هيك ممكن كمان شكليا بسي كبر شوي بكون الاختلاف بين اتهم اعلى من التوئم المتطابق لكن اي واحد من النوعين الي يورث نت garbage نتوكل لك على التوأم التي jawed وهو التوأم الغير متطابق يعني لو أنت كبنت عندك توأم غير متطابق بالعائلة من ناحية أبوكي او من ناحية أمك لديك فرصة حمل بتوأم غير متطابق أعلى من أي بنت ثانية أما لو كان التوأم الذي يعادتكم توأم متطابق يعني مثلا فعلت أمك حالت أبوكي توأم متطابق أو كان أمك أو أبوكي واحد منهم توأم متطابق ما يزيد فرستك أنك أنت تعامل من توأم لأنه نركز أنه التوائم الغير متطابق فقط هو اللي يورث التوائم المتطابق نشيله عجانب لأنه هذا لا يورث وما بتغير بأي شيء يعني لو شفنا نسبة التوائم المتطابق بالعالم حنلاقي نسبتهم ثلاثة لأربعة توائم من كل ألف حالة ولادة بس لو شفنا التوائم الغير متطابق هو مش بس بتحكم بيجينيا يعني مثلا ممكن جي واحدة تجي يحكيلي أنا عائلتي مليانة توائم وكل ألفهم غير متطابق بس ما صار في عندي حمل توائم غير متطابق بشو السبب؟ لأنه في عوامل ثانية يعني مثلا لو نطلع في عوامل جغرافية مثلا لو نطلع على نسبة الحمل بتوائم مثلا بأفريقيا أعلى من آسيا بأفريقيا أربعين حالة من كل ألف حالة بآسيا مثلا دولة زي اليابان ممكن ثلاثة لأربعة حالات من كل ألف حالة وبتالي النسبة كثير بتختلف على أنت وين عايشين شغلة ثانية مثلا العمر قداش عمري قنتي كل ما زاد العمر حيزيد فرزة الحمل بتوائم كم مرة خلفت قبل هيك بتأخذي أدوية لأدوية تنشيط إباظة ولا لا هاي كل هالأشياء بتتحكم أو بتعمل اختلاف في نسبة حدوث التوائم هي مش بس وراثة وبالتالي ممكن تكون انت مانكش ولا حدا توائم بالعالة وانت الوحيد اللي تأخذي هذا التوائم مش لأنه ورثتي جينيا بس لأنه في عوامل خارجية هي ساعدتك انك تحملي بتوائم هسنبنا نحكي عن الناس اللي عندهم يعني ورث جينيا ظهرت التوائم توورث جينيا لقوا في جينين هم المسؤولين عن هذا الاشي الى الآن واحد اسمه أفاس أتش بي واحد اسمه أسام اي دي تري الأفاس أتش بي بزيد إفراز هرمون الأفاس أتش الهرمون المحفز للإباظة وبالتالي هاي البنت بكون عنده فرصة الإباظة بأكثر من بويضة بالشهر يعني بالعادة بصير في إباظة لبويضة واحدة بس عندها بصير في إباظة لبويضتين أو النوع الثاني الجين الثاني هو بيغير طريقة استقبال المبيض لهذا الهرمون وبالتالي بصير المبيض يستجيب بطريقة أعلى وبالتالي بفريز بويضتين وبالتالي هنا تفسير كيف بصير التوائم الغير منصطادق عند هذولا جينيا لكن من يورثه؟ يعني هل هو فقط يورث من الأم من جانب الأم ولا من جانب الأم ولاب؟ هو يورث من جانب الأم ولاب يعني مثلا ممكن أبوكي يكون حامل لهذا الجين ويورثك يا أو مثلا أنت كشب تورثه من أبوك بس أنت ما أو من أبوك أو من أمك يعني ما اختلفناش بس أنت ما عندك فرصة أنك تزيد الحامل بتوأم لأنك أنت ما بتبيض أو يعني بالأحرى ما عندك مبيض أنه ينتج بوئدتين في الشهر أو أنت عندك الخصية عم تنتج مليين الحاملات المنوية في الوقت الواحد يعني في الثانية الواحدة أو ألف بالثانية الواحدة عشان نكون دقيقين فأنت مش الطرف المتحكم في التوأم ولا لا يعني إذا عندك عائلتك كلها توائم أنت بتزيد فرصة بنتك أنه يصير في عندها توائم ما بتزيد فرصتك أنه يكون في عندك توائم يعني الشاب يحمل للجين والبنت يحمل للجين الاثنين يورثوا الجين لأبنائهم بس الطرف الوحيد المستفيد منه هو البنات وبالتالي جوابا على السؤال اللي بلشنا فيه مرت أحمد ما عنده فرصة أعلى لسببين سبب الأول أنه هو توأم متطابق لأنه لا يورث وإذا اعتبرنا أنه هم غير متطابق بس متشابهين بالجنس كمان ما هي زيد الفرصة بس ممكن بنته لأحمد يكون عنده فرصة على الحمل بتوام مشارلا تكون الفكرة سهلة أو قدرت أوصلها بسهولة وانتظرونا في فيديوهات جاي سلام